بغض النظر عن المرجعيات التي تتبعها الميليشيات الشعية في العراق تتوحد مواقفها عندما تقتضي الضرورة ذلك ميليشيا لواء التفوف التي تتبع مرجعية السستاني والتي بقيت خارج حسابات هيئة ميليشيات الحشد الشعبي وحسابات قادتها المنضوينة تحت لواء الولي الفقيه في طهران أعلنت أن أفرادها وقوة كبيرة برفقتها تحركت من كربلاء حيث أماكن وجودها صوب قضاء الحويجة وأكد قائدها قاسم مصلح أنها ستشارك في عملية الموصل تحرك يعكس بحسب الكثيرين إصرار الميليشيات الشعية على إقحام نفسها رغم اعتراض المثلث الرسمي الذي سيقود معارك الموصل الجيش العراقي والبشمرقة والتحالف الدولي تحرك لواء التفوف وقبول قادة ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من طهران مشاركته في معركة الحويجة أو مناطق جنوب كاركوك يعكس أيضا حاجة ميليشيات الحشد لأعداد من الأفراد للتجهيز لتلك المعارك ولسيما أنها تعلم يقينا أن طائرات التحالف الدولي لن توفر لها المظلة النارية المطلوبة لتحقيق انتصار سهل وسريع وأنها قد تواجه داعش هذه المرة مكشوفة أمام عدو متمرس وهو ما تطلب هذه المرة تجاوز خلاف المرجعيات والولاءات ولو بشكل مؤقت فالتحالف الدولي والجيش العراقي تسانده البشمركة الكردية سينصب اهتمامهم العسكري لمعركة الموصل التي يتوقع الكثير من قادة التحالف والجيش العراقي أنها صعبة ومعقدة فيما يرى آخرون موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي إذا تحركت ميليشيات الحشد بشكل منفرد باتجاه الحويجة أو مناطق جنوب كاركوك وتسببت في انتهاكات اعتادت عليها بحق المدنيين موقفا قد لا يحسد عليه الرجل في ظل حرص التحالف الدولي خوض معارك نظيفة مقبلة ضد داعش وضغط إيراني هائل لإشراك ميليشياته بأي ثمن كان